أهلا بكم مشاهدين من جديد سنينا هذا بين موضوع كنا نتساءل عن حساسية الماء نعم بفعل هو مرض نادر جدا أحمد نادر الحدوث طبعا ويؤدي إلى ظهور سريع للطفح الجلدي على المصاب بمجرد ملامسة الماء الجلد لا يزال العلماء غير قادرين على إيجاد تفسير وضح للأسباب نعم تصيب حساسية الماء النساء أكثر من الرجال وغالبا ما تبدأ الأعراض بالظهور في فترة المراهقة بملامسة الجسم للماء ونحن نتحدث عن حالات نادرة في العالم أحمد صحيح من أعراض هذا المرض ظهور طفح على منطقة الجذع أي النصف العلوي من الجسم أو في منطقات أعلى الذراعين نادرا ما يظهر على باطن الكفين أو القدمين لكنه ينتشر أحيانا في مناطق أخرى من الجسم لم يلامسها الماء وهذا غريب نعم وبحسب دراسات قد لا يكون الماء هو السبب المباشر في الإصابة بالحساسية بل هناك مواد معينة توجد في الماء وعند ملمساتها الجلد فإنها قد تؤدي لحدوث رد فعل من جهاز المنام ترجمة نانسي قنقر الأمراض الجلدية والتجميل دكتور صفوان صباح الخير أهلا بك معنا نسأل أيضا كما ذكرنا في المقدمة لا يوجد تفسير لموضوع حساسية الماء هل هناك لكن لو ممكن أن نشرح أكثر نبسط الأمور هل هناك أسباب معينة أم حتى الأسباب لم تعرف أيضا أولا صباح الخير إلك كل الجميع بالستوديو والمشاهدين صراحة موجود موضوع أو حساسية الماء هو من حتى كمية الناس اللي يعانوا منها لأنه بعض الأحيان الأعراض تختلط مع أنواع حسية أخرى الموضوع كالتالي أنه الشخص بسن معين عندما يتعرض للماء ونحن نحكي عن تيبوتر اللي هو الماء اللي موجود اللي بيجي بالحنفية يعني بالبيت هذا الماء لما يلمس بعد 20 منتس تقريبا يصير في عنا شوية إحمرار وتحسس واخذ بنفس المكان وممكن مثل ما تفضلتوا أنه احتمال أنه يصير في إكستنشن يمتد لأماكن مش موجود ما يتعرض لها الماء وإحنا دائما نخاف صراحة من الأغشية المخاطية الميوكس منبرين اللي هم الحنجرة أو الشفاة والعيون وإذا صار في مشكلة بالتنفس بالمجارة التنفسية إذا أغلقت مع امتداد هاي الأنواع من الحسية نعم طيب يعني نتحدث عن الماء الذي يأتي من الحنفية ولا غناء عن هذا الماء ما هي الحلول هل هناك علاجات هل هناك أدوية وقائية خاصة عند الاكتشاف المبكر لهذه الحالات يعني لا يمكن للإنسان أن يستغني عن الماء من الحنفية حتى لو كان معالج صحيح نعم نحن الآن ندخل شوي بالأسباب لأنها هي الآن بالبشرية هذه أبستيكل كبيرة صراحة الماء المحلة من تحليط البحر والماء المهدرج أو اللي صار له فيه عمليات معينة كيميائية هو الأكثر عرضة أنه يسبب للتحسس اثنين وجدوا أنه الماء البحر أو الماء المحيط المالح يسبب حسية أقل بكثير من الماء الحنفية مع أنه الماء الموجود بالمحيط أو بالبحر مثل ما منعرف منوحته عالية ويحتوي على كثير من المواد التي منها مثلا الفطريات وبكتيريا ومواد كيميائية وغيره لذلك يبقى الموضوع أنه يوجد مادة كيميائية على الأغلب يعني لحد مبارح ما قبل تقديم هذه الحلقة اليوم دخلت على الليتراتيجر فآخر البحوث لهذا الموضوع أنه مادة كيميائية معينة طبعا لغز مش معروفة موجودة بداخل الماء البروست ووتر تتفاعل مع اللي بنتجه إحنا عنا في عنا بجلدنا في عنا السبيشة سيغلاند اللي هي الخلايا الدهنية اللي تفرز لنا الدهن اللي على الجلد اللي يسبب مرونة الجلد فيقال تقريبا آخر شيء أنه يوجد مادة دهنية اللي بفرزها الغدوى الدهنية على الجلد تتفاعل مع مادة معينة غير معروفة طيب دكتور هذه التفاعل الكيميائي بسبب لتحسس هل هناك فرق بين شخص وآخر وذكرت في البداية بأنه هذا هل ينتمي إلى عائلة الأجزمة يعني هل أنت قلت أجزمة يمكن في البداية هل هو أجزمة أيضا نعم مما لا شك فيه هو من عائلة الأجزمة نعم صحيح يعني يعالج تعالج الأجزمة لكنه الأجزمة تعالج وقتيا نعم تعود يعني الآن أنا عندي تحسس مثلا من عنصر نيكل عندي أجزمة من النيكل فلذلك مثلا إذا لبست أنا ساعة البريسلت فيها نيكل أكيد رح يصير عندي حسية ولكن الآن نتحدث عن عنصر حياتي يعني عنصر يومي في حياة الإنسان يعني ممكن أنت خلع عن نوع من أنواع الأقمش إذا كان يسبب أي مرض من الأمراض الجلدية ولكن نتحدث الآن على الماء يعني هل هناك مثلا طرق لفرز هذه المادة الكيميائية التي تحدثت عنها الموجودة في الماء وتتفاعل مع المادة الدهنية على جسد الإنسان لإزالتها أو معالجتها في المياه ربما يس الآن الموضوع أنه المادة الموجودة في الماء لسه لم تعرف نان ايدنتفايد يعني إحنا لو عارفينها يعني إحنا ليش حكين إحنا البحوث قليلة بموضوع حسية الماء لأنه إحنا الميكانيزم مش فاهمينها يعني أنا إذا بعرف سبب التحسس بالضرف بمنع أو بعالج هذا الموضوع الآن العلاج فقط أنه إحنا نحاول نعزل جلد الشخص عن الماء لأنه لما ندخل بالفسيولوجي تفعت الموضوع والموضوع معقد ليش لأنه نعرف 70% من جسم ماء أصلا فكيف أنا مكون من الماء وأتحسس من الماء نعم دكتور أنا في مرة من المرات شهد فيديو شهادة حية لفتاة أمريكية تعاني من حساسية مفرطة للماء يعني هي ممنوعة حتى من الاستحمام ممنوعة حتى ملمسة أي قطرة من الماء جلدها فهل هناك نسب فعلا حقيقية ومدروسة حول حساسية الماء في العالم هل هناك رقم معين موجود نعم موجود على الموقع البابميد الطبي العالمي يوجد واحد من كل 200 ألف شخص يعاني من هذه المشكلة طيب دكتور ولو بشكل سريع هل هناك سبل للوقاية متاحة أم لا يعني لا يوجد شيء نتعامل مع الأمر على أمر واقع الآن سير أنا بدي لما هي مفروضة علي والآن أنا مش قادر أسيطر عليها فبدي أعالجها أكيد بمضادات الهستامين أكيد بدي أتابع المريض اللي عنده هاي الحالة وأنا أسوي له إمرجنسي ضيق بالتنفس أو كذا يجب أنك أنت تحكي مع جماعة الهيلث كير بروفشنل عشان أكيد أنا بدي أحافظ على صحته بحيث أنه ما يختنق أو تتطور بدي أحاول أعزل نوعا ما الجلد عن الماء فيمكن أن أستعمل بعض الكريبات أو مثلا مثل مشتقات البرافين أو اللي يشبه البازلين عشان أنا أعزل الجلد غير ذلك أخفف من التعرض للماء يعني أحكي للشخص بإمكانك أنت تغسل أو تتحمأ وكذا لكن مباشرة التنشيف ما يظل الماء لفترة أطول على ترامس مع الجلد شكرا جزيلا لك من عمان الدكتور صفوان العدوان السشاري للأمراض الجلدية والتجميل يعني ضيق الوقت كان لدينا أسئلة كثيرة جدا أسئلة كثيرة فيما يخصها الموضوع خاصة شرب الياه يعني بما أنه يسبب ذيق في التنفس نواصل أحمد نشكر الدكتور صفوان العدوان نستشار الأمراض الجلدية وتجميل كان معنا من عمان على هذه المعلومات والنصائح فيما يخص حساسية الماء ما هي من الأمراض النادرة ولكنها طبعا خطيرة جدا وتعيق المسار الحياتي اليومي المترجم للقناة المترجم للقناة توني